من الممكن انك تحسي بسهولة بانه السن يعني ايه تقدم شوية او الواحد كبر شوية وانه الوقت بيجري الناس كتير بيتحس بالحكاية انا بحس بالحكاية دي كل يوم في الحقيقة لكن قدام النموذج اللي مشرفنا النهاردة لازم تعرفوا ان ده مفهوم غلط وانا كمان اقنع نفسي انه ده مفهوم غلط يمكن حتى دحوار او فقرة حيفدوني انا شخصيا انا بعترف بكده يعني بعترف بكده لانه عند لحظة ما انا ممكن تقول كفاية انا اشتغلت كتير ارتاح او انا كنت بمارس هواية معينة والهواية دي ما بقيتش مناسبة لسن مثلا ده ممكن لكن ما بالكم بقى بانه الدكتورة سهير العطار دفتنا للمشرفانا النهاردة ومعاها كمان يوسف يوسف عمر ماضي منورني النهاردة السيد يوسف الشاب الجميل ده الدكتورة سهير على مستوى لا يمكن التعامل معا وتسديقه بحجم الانجاز اللي هي بتحققها لغاية النهاردة احنا ما نتكلمش عن حاجة ماضية ما نتكلمش عن حاجة حصلت قبل كده انه الدكتورة سهير لغاية النهاردة بتدخل في مسبقات ومنافسات للرواد في السباحة تخطى عمرها السبعين سنة وبتعومي كل يوم أو خمس ستة في الأسبوع صح؟ اه على الأقل يعني خمس ستة يام في الأسبوع خمس ستة يام انا الحقيقة بلعب بجري وباركب عجل معمل ترياثلون زيادة عن السباحة يعني زيادة عن السباحة اه يعني انا راح بيرامد ماريسن يوم الجمعة الجاي ان شاء الله ان شاء الله يعني العمر ملوش اي قيمة في الفرية ازاي تريميني موضوع العمر ملوش اي قيمة يعني حالك بتمرش السباحة من قد دي انا لأ طول عمري منو انا صغيرة كنت سباحة وبعدين بطلت الفترة طبعا الجواز والخلفة وبتاع مدة مثلا عشر سنين تمن عشر سنين وبعدين رجعت ألعب تاني كنت بلعب على مستوى يعني شخصي من غير ما بفكر ان انا ننزل اشترك في البطولات وبعدين جم قالوا لي ما تيجي تشتركي في البطولة العالم تعالي في تجارب وانزلي ايه قلت لهم يعني ما ظنش انا مش مؤهلة للبطولة العالم يعني فقالوا لي تعالي جربي ليش تخساري حاجة فجيت رحت عملت عمل التجارب فعملت لقيت نفسي الحمد لله عملت ارقام كويسة شكرا شكرا